طيب خلونا نروح بقى لفقرة حديث اليوم اللي بيقدمها لنا الحقيقة دايما فضلت الشيخ يسري عزام موضوعنا النهاردة الحقيقة موضوع مهم جدا وموضوع جميل جدا وهو استوصوا بالنساء خيرا تعالوا نشوفوا نسمع ونرجع لحضراتكم مرة تانية بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا يا صباح الخير والهنة والسعادة والسرور على حضراتكم جميعا في كل مكان سيدنا النبي بيوصنا بالنساء يقول في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهين المرأة إلا لئيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح السيد عائشة يقول له يا عائشة إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غاضبة ألت له إزايا رسول الله ألها إذا كنت عني راضية تقولين ورب محمد وإذا كنت عني غاضبة تقولين ورب إبراهيم ضحكت السيد عائشة وألت له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك سيدنا النبي كان في قمة الحنان كان في قمة المحبة في قمة الرومانسية مع زوجاته ده دخل مر البيت وجد السيدة عائشة تشكو وجعا في رأسها وتمسك برأسها وتقول وارأساه فلما رأى النبي هذا المشهد جلس أمامها وأمسك برأسه وقال بل وارأساه أنا يا عائشة سيدنا علي كان يمازح السواك وكان يقول شعر عشان يمازح السيدة فاطمة الزهراء لما دخل عليها في يومه هي بتستعمل السواك فأمسك السواك وقال له إيه حظيت يا عود الأراك بثغرها أما خشيت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك استوصوا بزوجتكم خير اكرموهم إكراما لرسول الله لأنهن وصية النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يبرك في زوجتنا اللهم أمين صباحكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته